تريزيجيه وهي الحكاية الأبرز النهاردة في حلقتي والحاجة اللي باني عليها النهاردة كل حاجة حلوة انت عجبك معظم الجميع المصدر تحب محمود حسن تريزيجيه وبالمناسبة يعني لما بقول محمود حسن تريزيجيه حتى لما بنقول على تريزيجيه تريزيجيه اللقب يعني ما بنقولش ما يستهلهاش ما يستهلش ان اسمه يكترم باسم واحد من اللعيبة العظماء اللي جون في تاريخ فرنسا ده تريزيجيه لا بتقول تريزيجيه وانت عادي هو تريزيجيه ينفع تريزيجيه مفيش مشكلة عارف انت بقى في لعيبة عندنا بتاخد الأسماء ديت ايه اللي هو أجوره على مش عارف ماردونا على نمار على رونالدو يعني فهم مش 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 لايق عليه مش بتاعتك لكن حتى لو بتقول محمود حسن تريزيجيه بتقولها عادي يعني هو تريزيجيه يمشي تريزيجيه الراجل ده هارجعكم بس حابة لورا واللي انا هفتكره يعني في حاجة كتيرة في النص بس اللي هفتكره اقوله لكم الراجل ده يوم مباراة مصر والكنغو اللي كانت حاسمة لسعودنا لكأس العالم 2018 ضربة الجزاء الشهيرة بتاعت محمد صلاح هو كان قاعد على الدكة وهو نجم نجم كبير في الاحتراف في مصر يعني اوه بنتكلم على ابرز المحترفين المصريين فبنقول محمد صلاح تريزيجيه انني او نمدلهم بس يعني ايه هو من التلاتة الاوائل صح كده قول على الدكة يا تريزيجيه ماشي انزل يا تريزيجيه ماشي نزلت في مرات مصر وكنغو مباراة صعبة وتعقدت نزلت عمد ضربة جزاء صلاح سجلها وصلنا كأس العالم تمام مباراة غينيا قريب دي من خمس ستة شهور اخر مباراة في التصفيات المؤهلة او المباراة اللي حسمت سعودنا لكأس الامم الافريقية كانت في المغرب مباراة غينيا والراجل ما كانش بادئ اساسي اللي كان بادئ اساسي عمر مرموش اتصاب عمر مرموش فنزل تريزيجيه اضطراريا يعني مش المدرب كان مطلع عمر مرموش ومنزل تريزيجيه دي عشان المرموش اتصاب فاتريزيجيه نزل الراجل في المباراة اللي كسبنية اتنين واحد عمل اسست وسجل هدف حلو كده حلو مباراة الماضية قدام جيبوتي اللي كل كان زعلانه وعايز يشارك فيها يعني راجل قاعد عالدكة مباراة سهلة وانا الراجل اللي متقلق جدا الفترة اللي فاتت الراجل اللي مساهم في سبع اهداف في اخر سبع مباريات لمنتخب مصر بنسبة مية في المية نجاح قاعد عالدكة نزل سجل هدف النهاردة انت يعني جايت لعبني عساسي في المباراة الصعبة اللي عن جيل الصناعة والمباراة يا بستاذ الكهرة اللي كان ممكن كل اللعيبة تسجل فيها معاعدني عالدكة انا بقولك بقى اللعيب اللي ببقاش ملتزم اللي عايز يزعل نزل وسجل هدفين الفوز لمنتخب مصر يا مؤمن عمرك شفت تريزيجي متضايق وشه بقفول مش هقولك اتكلم مش هقولك عمل مواقف شفت وشه زعلان شفت اه ارفان شفت بيقول طب انا مش جاي شفت بيدعي الاصابة شفت بيقول اصلا ماتش خارجي مش جاي شفت عمل اي حاجة مع فيتوريا او غير فيتوريا والله والله من اعظم وارجل واخلص اللاعبين اللجوم في تاريخ منتخب مصر انا ما شفتش واحد عنده الالتزام ده والراجل ده لسوق حظه تعرض لكثير من الاصابات في وقت صعب جدا وكل اصابة منهم ممكن تعجز مش تعجز لقدر الله بالشكل الحقيقي يعني بس تخليه يهبط تخليه يقول ايه طب خلاص انا ارجع الدور المصري لا يقوم ويقف على يجله تاني يخط لقعبة احتراف جديدة يتحرك في بلجيكا يتحرك في تركيا يبقى في انجلترا يتحرك طول الوقت طول الوقت محافظ على نفسه وطول الوقت عامل مؤثر في منتخب مصر وطول الوقت غيابه لو غاب بيبقى مؤثر جدا سلبيا على منتخب مصر سواء كان اساسي او احتياطي اوتريزيجي ده اللي بقولك من اعظم تلات لعيبة دلوقت موجودين في منتخب مصر على المستوى التجربة الاحترافية لما اقعد على الدكة ما قالش انا اقعد على الدكة ليه لما تقال له تمرن تمرينة اللعبة اللي استبعدت ما بيقولش انا بتمرن نيدلات ريزيجية لو ما لعبش المباراة خالص ما يقولش طب انت جبتني لي من فرقتي لو لو يعني ما حدش استدعاه ما بيقولش ما حدش استدعاني للمنتخب مصر في القائمة دي فيش اي ازمة اهو ده المثال اللي يستحق ان احنا قعد نتكلم عنه شوية وادينه المساحة دي كلها ده المثال بقول كده عشان من كام يوم لاعبين ما عملوش نص ربع تمن تاريخ تريزيجية وحاسين بالنجومين انا لا ده هنجم اول والنجم ده لازم تعاملوه معاملة خاصة بسمعوك هلمة دي دايما البعض الناس حتى المدامين يقولك كده يقولك النجوم لابد ان تعاملهم معاملة خاصة يا فندم كريستا ورنالدو في البرتغال دلوقتي بيوضع الدكة في الساور نالدو في البرتغال بيوضع الدكة نجوم ايه ازاي يعني ويعني النجم على منتخب مصر يعني افهم النجم ده لها معاملة خاصة في ناديه وفرقته وبيبحث في العهد شروطه وانا انا هشارك اساسة يد ايه وانا انا تأثير ايه وانا انا هعمل ايه عشان مرعش انها دي اخر لكن لما تلعب منتخب مصر منتخب مصر هو النجم عليك وعلى مدربك وعلينا كلنا ما ينفعش تبقى نجم فتريزيجيه متفاهم ده على سبيل المثال يعني فالف تحية لتريزيجيه فرصة النهاردة انه سجل هدفين عشان تبقى مناسبة كويسة انا هنقولي كلمتين دول انا مش بقولي كلمتين دول على تريزيجيه عشان سجل هدفين النهاردة لا انا من المباراة الماضية والراجل بينزل من عدكة مكان عمر مرموش ويلعب ويسجل عمال اقول ايه الجدع ده ايه الراجل ده